السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مروة من مطبخ مروة النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ الحلواجية هنعمل مع بعض الفراخ بروستيد او كينتاكي والفراخ الستريبس المقرمشة بطريقة سهلة وبسيطة جدا ومعيها طبعا رزة اصفر اكلة بسيطة وسريعة وسهلة وما بتاخدش من هنا وقت خالص وكل الولاد بيموتوا فيها والحاجة هنا معايا ايه سدرين فراخ ومعايا تبابيس ومعايا يعني هقول لكم معايا ايه هنا معايا توم بودر بصل بودر جنزبيل بهارات فراخ فلفل اصمر ملح ببركة كاري كركم اتاني كاري كوكس برا نشفة وزعتر دي كل التوابل اللي معايا من كل حاجة نص معلقة صغيرة من بتاعة الشي معادة توم والبصل بودر معلقة والمالح معلقة هنا عندي كده القطع اللي بتبقى الحتة اللي بتبطخينا كده في السدر بتاع الفرخة خدتها برضو وعندي ده الدبابيس وايه وهنعمل يعني خدت الحتة كده اللي بحس ان الولاد مش هيكلوها من الفراخ وعندي سدرين فراخ كده مع بعض كاملين يعني سدر فرخة كامل هبتدي اعمل منه ايه الفراخ اللي ستريبس زي ما احنا شايفين كده هقطعه كده سواء قطعه يعني صوابع كده عشان نعمل منه الفراخ اللي ستريبس طبعا الفراخ دي مخصولة ومنقوعة كويس جدا بمالح ولمون وجنزبيل ودي ايه وغسليها ومجر تصفيها وصيبها ايه تتصفى يعني وبعد كده ايه نبتدي نقطعها مع بعض زي ما احنا شايفين كده لو في اي بقى دهون او في حتة عظمه كده ولا حاجة بشيلها بص بقطع الصوابع بتاعت الاستريبس لطخينة ولا الفيعة علشان ما تنشفش طبعا مننا وعشان كمان تستويه بصوا اي حاجة ازيادة دهون او حاجة بشيلها طبعا استدري اللي نطخين فبقسمه على اتنين كده وببتدي يقطع ايه فيه اهو يقطع طاعة كلها كده بنفس الطريقة صوابع وخلاص بقى ديت كان هنا بقى عندي اللي هي اللي هي الدبابيس والحتة اللي هي من الصدور آآ برضو ايه بعمل فيها تشريحات كده علشان ده آآ تدخل جواها طبعا التدبيل وعشان كمان تستوع معي بسرعة عندي هنا بقى هعمل الفراخ الاول حطي الدقيق هحط حوالي كبايتين دقيق كبايتين دقيق وحطها ليهم بقى بغارات اللي احنا كنا لسه شايفينها من شوية البهارات اللي هي ملح فلفل اصمر بابريكا كوركم كيري زعتر جنزبيل آآ بغارات فريخ آآ آآ وتاني كسبرة ناشفة وملح كل الحاجات دي كده هقلبها مع بعض حلوة جدا تقليبة كويسة وهروح جاية بقى حطة نصها بس على الدقيق دوت ياخد نص البهارات دي بس على الدقيق اهو وسبت النص التانية اقول لكم هنعمل بي ايه خلاص كده حسيت ان دي قليل فزودت حب آآ فقلبتهم كده هبتدي بقى اعملهم انا عايزة ااخد نصهم وهشيلوا ايه على جنب النص التانية حطيتها ليه حبة مية وهعملوا عاجينة كده لا خفيفة ولا طقيلور عاجينة زي عاجينة الكيكا كده او عاجينة زي العجينة اللي بنعمل بها الكرنابيت علشان دي هحط اها بصو somq العاجينة علشان العاجينة لو خفيفة يبل الصوابع بتاعة الفريخ مش هتشيل العاجينة معينا يعني هتطلع كده العاجينة هتقا عن عليها لكن لازم العاجينة تكون سميكة شوي علشان من الصوابع نفسها تشيل تدبيلة معينا اهو هنازل بقى فيها كده الصوابع لستريبت بصوا آآ بصو آآ صمكها اهو ده صنك الصبع هنزلوا فيها كده وقلبوا كويس جدا بقى وهقفلها وهسيبها بقى ممكن نعمل الخطوة ديت من بالليل ونشيلها ممكن نعملها قبلها يعني بصوا أقل حاجة قبلها بساعة مثلا مش هتبقى حلوة ومش هتبقى فيها أي مشكلة خالص لكن ممكن نعملها طبعا قبلها بليلة قبلها بساعة باتنين الصبح مثلا ونعملها على الغداء كده يعني خلص قفلتها وشلتها بقى بقيت التدبيلة اللي عندي هعمل فيها ايه أنا خدت دي اللي احنا قلبنا عليه التوابل خدت نصه وحطت عليه مياه وعملته زي عاجينة وحطت في الفراخ والنص التاني شلته كده نشف زي ما هو أنا حطت حوالي ثلاث كبايات دقيق لأن زودت كمان عليها عشان أخد يعني حبة وشلت حبة بقيت التدبيلة بقى حطتها في مياه كده مياه عادية خلص من الحنفية وقلبها كويس جدا وهحط فيها الفراخ اللي هي القطع بتاعتي اللي احنا هنعملها بروستت او كنتيكي اهي طبعا يفضل حجم الفراخ في الخطوة ديت الفراخ ديت يعني يكون حجمها صغير مش كبير او زي ما انتو شايفين كده واحطها بقى في التدبيلة ديت وهقفل عالية واسبها طبعا الفراخ الكنتيكي دي يفضل يفضل ان قبلها باربعة وعشرين ساعة يفضل جدا كمان لكن لو احنا ما عندناش وقت وكده يعني اقل حاجة ايه اه ست ساعت انا كنت بقى عاملهم من الصبح كده وهسيبهم ايه وهعملهم قبل الفطور خلوس كده انا عاملهم يعني يعني بعد الفجر على طول وسبتهم بقى وايه وهنعمل بقى الرز بتاعنا حطيت حتة زبدة كده وحطيت حبة زيت وهنعمل الرز الاصفر بتاعنا اهو يسيحوا بس كده مع بعض وهنزل على طول بالتوابل بتاعتي هحط التوابل ايه ارفع خشب لوميناشف كوركم كاري وهقلب بقى ورق لوري وحبهين وهقلب كل الكلام ده وات مع بعض وحلو لغاية لما شمي ريحة التوابل بتاعتي طلعة اه او لما شمي ريحة التوابل بتاعتي كده طلعة يبقى خلاص كده التوابل يعني اخدت ودت كده يعني زي ما قلت حمصت كده مع الزبدة والزيت هنزل عليها على طول بالرز بتاعي المخصول طبعا تقدري تستعملي رز بسمتي وتقدري تستعملي رز بلدي عيدي انا صراحة يعني الرز البسمتي حلو وكل حاجة بس مش لي قبول عند وليدي ولا عندي صراحة انا بحب الرز البلدي فبعمل نفس الرز البسمتي زي ما بيتعمل بالضبط زي ما بيتعمل بعمله للرز البلدي هو هو نفس طريقة دي بتعملي بها عادي رز البسمتي قلبت التوابل كويس جدا كده مع الزبدة او لما ريحتهم طلعوا رحت جاية نزلت عليهم على طول بالرز بتاعي هقلب بقى كويس جدا لغاية اما الرز كله يتشمع بالمادة الدهنية وبعد كده هنزل عليه على طول بالمية السخنة بتاعتي طبعا هحط له ملح اهو زي ما احنا شايفين هنزلت عليهم المية مية السخنة المية ما تبقى السخنة المية تبقى عادية مية ملحنة فيه المية السخنة يا جماعة لما بننزل على الرز المية سخنة بيشربوا بسرعة وما بيقباش حلو لأ المية السقعة افضل الرز بعدما الرز يتشوح كده ننزل عليه المية السقعة طبعا وزبطت الملح وغطيته واسيبه لما يتشرب بعدما يتشرب اقلبه تقلبتين وحطله الشياطة واسيبه يستوي زي وزي اي رز عادي هنا بقى الفراغ بتاعتي هنا دوت الدقيق اللي احنا ايه اللي احنا كنا مبهرينه وحطين عليه توابل التوابل اللي هي يعني الدقيق اللي احنا شلنا نصه وحطينا عليه توابل حطيت بقى كده الفراغ بتاعتي ببتدي عمل لها كفر كده من الاول من الدقيق عبدرها كده كويس جدا بالدقيق نبدرها طبعا وننفضها كده عشان لو فيه اي زيادات دقيق تنزل من عليها وبعد كده ايه هبتدي هعمل لها كفر او زي ما احنا شايفين كده لغاية لما خلص كل الكمية بتاعتي خلصت خلاص كده كل الكمية بتاعتي والرز بتاعي كان خلاص تشرب هقلبه كده تقلبتين وحطله الشياطة هدي النار طبعا وحطله الشياطة واسيبه يكمل تسوية هنا بقى نفس المية اللي احنا كنا نقعين فيها الفراغ بتاعتي هحطت لها بس كده كم مكعب تلج ونزلت فيها الفراغ بعد اما انا عملتها بدرتها اول مرة نزلتها تاني في المية اللي فيها التبيبل وبعد كده حطتها في الجيت اني وانفضها كويس جدا وانزل بقى بيها في الزيت الحلة دي ابني عمل فشور كده وانا نايمة فحرق الفشور في الحلة فانا نضبتها صراحة بقدر المستطاع لما فضلها بقى فقلت ايه احمر فيها الكنتاكي بدل كده كده ايه انا يعني هخسلها لسه تاني فحمر بقى فيها كده لان طبعا بتحتاج حاجة تكون يعني غويتة كده علشان حط فيها الزيت وكده فحمر بقى فيها الفراغ بصوا ما نعملش الخطوة دي اللي لو احنا هنحطها في التصع لطولش اللي هو عملناها هتشرب الدقيقة وهيبقى كأننا ما عملناش حاجة بصوا هبضرها تاني بالدقيقة وانفضها بقى كويس جدا وانزل بيها في الزيت السخن الغزير اهو اهو عملهم كلهم كده بقى بنفس الطريقة لغاية ايه لما خلصهم كلهم وحطهم كلهم في الزيت عندي كده وبعد كده ايه طبعا للاقيها هحسها ايه بقى حقمرها من الناحية دي من الناحية دي حسها حمرت يعني بقلبها على الناحية التانية علشان تاخد لون دهبي من كل النواحي وتستبي وتقبق ايه تمام اهو زي ما احنا شايفين كده بعد اقلبها بقى من الناحية دي من الناحية دي علشان ايه تاخد لون دهبي وكلها تستوي بنفس الطريقة اهو زي ما احنا شايفين كده وعبال بقى مدية تتحمر كده هسيبها بقى اروح ايه اعمل الفراغ الستريبس بتاعتي هنا عندي الديقيق اللي هو فاضل من الفراغ دي نخلته كده مصفة ضيقة علشان ما يباشش فيه اي كلاكية كده مطرح ايديا ومطرح المية وبعد كده ايه هحطيت عليه نص كباية ديقيق بقسموت وهقلبهم مع بعض انا حطيت كمين نص معلقة بيكنج بودر وحطيت معلقتين نشا بس دولا ما جوش في التصوير وهتحطي معلقتين نشا ومعلقتين نشا ممسوحين يعني معلقة واحدة كده نشا ملينا ونص معلقة بيكنج بودر فهقلبهم كويس كده كده مع بعض وبعد كده ايه هجيب الفريخ بتاعتي وهبتيجي احطها في في الدي ايه بتاعي دوت وعمل لها طبقة يعني عمل لها كفر اهو بصوا بقى الطريقة اللي احنا بنعمل بها بصوا الاول بنسكن فيها كويس جدا وبعد كده بنمسكها كأنها صبوع كفتة بصوا بضم عليها ادية كده كأني بصبع كفتة بالزبط اهي بصوا كأني بصبع كفتة وبعد كده بمسكها انفضها بقى من ندي الزيادة اللي عليها علشان تدينا الكفر اللي هو بيبقى مخارفش دوت من بره اللي هو بتاع الستريبس اهو بس لشان هي الحتة كبيرة طبعا فايه اخدت مني حبة يعني اهي بصوا بنفضها كده علشان تدينا الكفر بقى اللي انت شفتوه في الاول ده المقرمش بتاع سأجيب واحدة تانية وعملها بنفس الطريقة كلهم وعملهم بنفس الطريقة كده اهو الطريقة دي جميلة جدا للستريبس الجد بيبقى مقرمش وطعمه فضيع وطعمه حلو جدا جدا اهو زي ما احنا شايفين كده اخلصهم كلهم بقى بنفس الطريقة وطبعا من وقت للتاني كده بقلب في الفراخ اللي هي البروستيد اللي احنا حطينا تتقلة وخلص البروستيد هتلحها او الكنتاكي وبعد كده ايه هروح جاية حطها على طول الطريقة طبعا الاكلة دي برعاية بودي قال لي انا عايز اعمال يقول لي انا جعين انا جعين طبعا بحمر بططس باع العين التانية كده جنبها فばقول له عايز تاكل ايه يا بودي قال لي طلب لي وجبة تنتيكي طلب لي وجبة تنتيكي وقلت له وجبة تنتيكي قال لي او فا قالت له حضر انا هعمل لك تنتيكي فطبعا اعملت له بس ملاลقتش كرومبا في الحتة اللي انا فيها يعني ملالقتش ايه كرومبا كان لازم انزل الش smell عشان عمل له صلاتة الكولوسلو فعملناها كده يعني بصوا بقى الفراخ بتاعتي مقرمشة ومستوية من جوة ودايبة ازاي طريقتها سهلة وبسيطة مفاش اي حاجة قدمت معها بقى صلاتة الطحينة وكاتشاب بما ان يعني ما فيش صلاتة الكولوسلو بصوا بقى الستريبس مستوي وجميل ازاي رب يكون طريقته سهلة وبسيطة ويكون تعجبكم وتقدروا تعملها لولادكم طبعا كل اطفال بيموتوا في الاكلة ديت وما فيش حد من الاطفال ما بيحبش الاكلة دي فنعملها في البيت افضل وارخص بكتير من نشتريها من بره بطريقة سهلة وبسيطة ومضمونة ونظيفة ويعني ما بيحبش الحاجات المجمدة اللي هي الفراخ او الحاجات دي لان طبعا دلوقتي ما بقيتش في حاجة ابدا مضمونة يا رب تكون طريقة عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته